ليه يعني؟ لا آل جمعة آه عيلة جمعة صالح جمعة عيلة جمعة وعبدالله جمعة آه شقيقين توجه في هذه المباراة آه عبدالله مع المصري وصالح مع الآهل مع الآهل بس عبدالله رأى الصالح واحد ما أنا عايز عايز بس ايه اشوف الصغار عامل ايه في الكبير بس الكبير خلص منه النتيجة في الاخر عايزين نشوف آه يعني ازاي السبات برضو عبدالله يعني اخوه ولا فرق اتمها رأى عامل مهوس كده والتاني برضو جامله مدس فيه آه يعني آه الجمعة كان بيفكروني بآه السنائي او السلاسي بقى آه الفار شريف الفار وحسن الفار آه لدرجة ان كان فيه تشنيعة آه كان الاهلي بيلعب الزمالك وعدين الاهلي كان فيه حسن الفار وشريف الفار بيلعب في الزمالك آه وكان حسن ده الفار وسلطان بقى آه بتاع آه قافية وبتاع جامعة فبيقولك ايه طلع تشنيع بقى ان امها مروح آه فوالدته بتقوله مين اللي كسب قال لي احنا اللي كسبنا قالت له ما تقولش الاخوه بقى عشان ما يزعلش ما كان بيلعبوا بعض في المالش آه الخاطر ده جالي وانا آه الفقر دي كده شرح حالنا ايه اللي حصل فيه انا عايز فيدي من النحية الصحفية احيي المصر اليوم لانه الحقيقة فكرت انها تبعت مراسل منها يروح شمال سيناء ويتفرج مع اسرة صالح وعبدالله جمعة على المباراة وراسطها في فيديو تقريبا شفت انا في قناة القاهرة والناس يمكن شط بسيط لكلام والد صالح هو بيتكلم على الاتنين ودي مسألة لحظة انسانية عالية جداً انك ترصد مشاعر اب ولاده الاتنين بلعبوا ضد بعض شوفوا بقى يعني الاخوات لما اخ بيتفرج على اخواته الاتنين بلعبوا ضد بعض فالمشاعر تروح ناحية مين اللي بيحب صالح عايز الاهل يكسب واللي بيحب اخوه اهي اهي دي الترئيسة بشمانتس اه هاتتان انا شفتهاش كنت بقرأ اهي لف يا صالح ماشي يا عام لف يا صالح وسابه بس وصالح برضو طالع فريد برضو طالع فريد برضو وشوف السرعة والقوة الحقيقة هارالكو برضو رصدت المصر اليوم ما شاعر اسرة الشقيقين صالح جمعة لعب الاهل وعبدالله جمعة لعب انبي المعار للنادي المصري في نهاية الكاسم من داخل بيت الشيخ جمعة والد اللاعبين هذه الاسرة تشجع بطريقة تختلف عن باقي الاسرة اللي بتشجع كرة القدم لانهم يشاهدون المباراة بمشاعر الترقب والانفعالات المكتومة وعلى طريقة لمن يميل القلب وليس عن طريقة تعصب الكروي المصر اليوم على غير موعد مع الاسرة لمشاهدة المباراة رحبت اسرة الصالح جمعة بيهم وقدمت لهم طبعا كرم الضيافة من مشروبات وشاي بالحب صنع على الركية البدوية في المقعد البدوي في منزل والد اللاعبين الكائم بحي الأمل في طور سينة ورغم أن قبيلة المزاينة وأسرة الشيخ جمعة عودة والد اللاعبين مشجعان للنادي الأهل منذ فترة طويلة لكن فضلوا متحفزين جدا في التشجيع وما تعصبوش أبدا بل أن بعضهم كان يتمنى في فوز المصري خاصة أن الابن الأصغر عمر عمر الأخ الصغير ميال لعبد الله على حساب صالح ستلاقي صالح بيرخم عليه شوية فعمر ده نكاية في صالح كان بيشجع المصري بينما كان الأخ عبد الله اللي بيطلق عليه بالو والشقيق الأوسط سالم دول أهلوية بيشجعه صالح وتوقع فوز الأهل في اللحظات الأخيرة ولدهم أو عمهم بقى العم سليمان عودة وهو يعمل مدرس في طور سينة برغم أهلويته لكنه قال لأول مرة لو كان خسر الأهل ما كنتش هحزن وقال إن أسرة اللاعبين بتتميز بالأخلاق الرياضية والروح العالية ما أظهروش أي تعصب في الحوار اللي بيدور بينهم خاصة بين الشقيق الأصغر عمر اللي مساند لعبد الله والشقيق سالم المساند لصالح الشيخ جمع عودة والد صالح قال إن هو بيتمنى الفوز للأفضل برضو يا جماعة مشاعر أب وكشف إن صالح وعبد الله اتصلوا بيه قبل المباراة مباشرة كل واحد قال له دعيلي فنشوفوا بقى الدعوات هتكون لمن تمنى لهم التوفيق وأشار إن هو كأب مش هيقدر يشجع صالح ضد عبد الله ولا عبد الله ضد صالح العيلة معظمة أهلوية الشقيق الأصغر متعاطف مع كل فوق راسه على طول إنما أنت قلت نقطة تحسب فعلا للإعلام اللي فكر طبعا هذه الفكرة ورصادها بالدقة دي لأن فيها تفاصيل كتير وفلان الفلاني وابن عمون فلان الفلاني والمدرس هتلاقينا في سينة بنشرح تفاصيل أنتو فيها هذه قبيلة وعائلة أهلوية سينوية أهلوية تمتلك اتنين لعيبها موهبين والله أعلم مين حيب عديهم لأن قطعا سينة فيها مواهب بس دول يعني كانوا رأس الحربة اللي ممكن يلقوا الضوء على بقية المواهب عبد الله لعيب كويس سنة صغيرة صالح بينضج بشكل رائع خلال أشهر قليلة كلام وحلم ماسك الكاس ومحتضر كان مهنف ملك وكتابة هنا من البداية من أول هو يا صالح شوف صالح يا صالح شوف صالح يا صالح كلم صالح هو كده وهو لظل على هذا الرهان الرجل ده هيروف في حتة بعيده بإذن الله بإذن الله الوطن أيضا رصدت بعض الأرقام القياسية للأهل